اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفكرون تسبحهم إنه كان حليما وفورا وإذا قرأت القرآن ونجعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكلة أن يفكروا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده وإذا ذكرت ربك في القرآن نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقولوا ظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عواما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يوعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسا ويقولون متاه وقل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتعونون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي وقل لعبادي يقول إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبين ربكم أعلم بكم إن يسأ يرحمكم أو إن يسأ يعربكم وما أوسلناك عليهم وكيلا وربك أرله بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وقل لعبادي وآتينا داود زهورا قل لبروا الذين دعمتم من دونه فلا يملكون كشف البر عنكم ولا تحوي لك أولئك الذين يدعون يبتعون إلى ربهم الوسيلة أيوم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابا إن عذاب ربك كان محلورا إن عذاب ربك كان محلورا قرية إلا نحن مؤلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب محلورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا لك التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طويانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة أولئك تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليت قال أأسجدوا لمن خلق تطينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لإن أخبرتني إلى يوم القيامة لأحسن كن زريته إلا قليلا قال الهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء منفورا والتفزد من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعيدهم وما يعدوم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيل ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا أمستكم الضر في البحر أحرض لمن تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يقفف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تاعة أخرى فيرسل عليكم حاصبا من الريح فيورقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ثم لا تجدوا لكم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وعزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يلمون فتيل ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لستخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبتون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسل ما قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسط الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك حسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقروا ربي أدخلني مدخل صدقي وأخرجني مخرج صدقي واجعل لي من لدنك سلطان النصير وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان ذهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد العالمين إلا خسارا ودق الله العوين